قلتعك بنا من لندن خبير شؤون الشرق الأوسط والكاتب والمحلل السياسي محمود الأحوازي مرحبا بك سيد محمود هيئة الإذاع والتلفزيون الإيرانية واجهت انتقادات عديدة بانحيازها للمحافظين أبرزها من مركز تنظيم الانتخابات ما فرص الأطراف الأخرى في الحصول على تغطية عادلة لبرامجهم الانتخابية خاصة بعد ما أغلقت السلطات مواقع التواصل الاجتماعي تحياتي بداية لكم ولمشاهديكم الكرام طبعا كان متوقعا هذا الموقف من السلطات الرسمية الوقوف إلى جانب المحافظين وضيف لذلك مسؤول الأمن النظام أو الأمن الوطني لإيران رضائي هو أعلن حمايته عن الأثنين عن قالي باف وعن رئيسي وحسن روحاني أصبح منفرد الواقع في هذه اللعبة وهم دول الثلاث هم الرئيسيين غالي باف ورئيسي وروحاني لكن ما زالت الأيام أمامنا ويمكن أن ينجح روحاني تحت شروط خاصة وهي ترتبط بالسياسة الدولية والعلاقات مع المجتمع الدولي إذا أرادت إيران أن تغير من سياستها المتشددة مع المجتمع الدولي ولا أقول مع المحيط العربي والمحيط الغليمي هذه نقطة النقطة الثانية أساسا كل ما تحدث عنه المرشحين هو غضايا داخلية وغضايا تخص الشعوب في داخل إيران الذي أساسا ذاغوا الأمرين من النظام الإيراني الوضاع الاقتصادية والقهر القومي والوطني لهذه الشعوب سيد محمود طالما أن المناظرة اهتمت بالشأن الداخلي ما السر في عدم اهتمام المواطنين بهذه المناظرة وهل برأيك كشفت هذه المناظرة عن المرشح الأقرب للرئاسة حتى الآن أنا برأيي المتواضع حسب متابعاتي الفردية أنا أرى المنافسة الواقع نجح فيها أكثر غالبات لأن الجميع كان يتوقع المرشح الرئيسي لخامني هو رئيسي لكن أنا برأيي المتواضع نظرا لأن غالبات نجح في هذه المناغشة حول الانتخابات نجح أكثر بكثير من رئيسي يمكن أن خامني لا يمكن له أن يغض الطرف عن هذا النجاح له حتى لا يواجه الشارع بأكمله أما حول تفضلت السؤال حول أن الشعوب في داخل إيران لا ترى في هذا النظام خيرا سواء كان إصلاحيا يغوده أو معتدلا أو محافظا والتجربة 38 عام ليست قليلة أمام الشعوب ولهذا الشعوب اليوم لا تستقبل أي مرشح من هؤلاء والفشل في الانتخابات هذه سيكون أكثر من الانتخابات التي مرت خلال السنوات الماضية نعم المناظرة ربما نجحت في كشف قضايا فساد اختلاسات مالية للمرشحين هذا الأمر هل تتوقع أن يستمر مستقبلا وأن يكون صوت المعارضة للمرشح الفائز في هذه الانتخابات مسموعا بشكل أكبر في المستقبل لن يحصل هذا في إيران لأن إذا كان سمحة متى ما سمحة للانتخابات من النظام هذا يعني السماح لإصغاط النظام لأن النظام كله قارق بالفساد قارق بالرشاوي قارق بالفساد الاجتماعي والسرقات الكبرى غارق بالحصار السلطة بيد مجموعة من رجال الدين ومجموعة من سماسرتهم الشعوب كلها في داخل إيران ليس لها تدخل في أي شأن سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي في داخل إيران إذن ليس هناك أي توافغات مستقبلية بين الشعوب وبين النظام لا أرى ذلك نعم شكرا لك المحلل السياسي محمود أحمد الأحوازي الخبير في شؤون الشرق الأوسط حددتنا من لندن